ناقش اجتماع برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظام طلبات التأشيرات والإقامات الإلكترونية وزيرة الاتصالات أكدت ضرورة قيام السفرات الأردنية بالترويج للخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الخارجية والسفرات لتعريف المواطنين والمغتربين وزوار المملكة بها ودراسة الإيجابيات والسلبيات التي تعترض بعض الخدمات أمين عام وزارة الداخلية سمير بيضين بيّن أن الوزارة بالتعاون مع إدارة الإقامة والحدود في الأمن العام تقدم 23 خدمة إلكترونية منذ العام 2014 تتضمن خدمات التأشيرات والإقامات السنوية وتمديد الإقامات المؤقتة حيث وصل إجمالي الطلبات الإلكترونية حتى الآن 60 ألف طلب في حين بيّن أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي وجود مشكلة في إجراءات التعامل مع الدول المقيدة مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات الإلكترونية في مختلف أعمال الوزارة ترجمة نانسي قنقر